أكد حقوقيون عراقيون أن وضع ملف النازحين على أجندة الأعمال للأحزاب السياسية يهدف للاستفادة من قسم من النازحين في الانتخابات النيابية المقبلة واستغلال محنة النازحين لأهداف سياسية وانتخابية هناك من سيستغل وجود النازحين لأغراض انتخابية وأنتم أدرى فما فعل من أفاعيل في انتخابات 2018 أوضح من أن يقال بهذا الخصوص الكل تريد أن تستغل هذا الملف لأغراض ومصالح انتخابية وسياسية وحتى مالية منظمات حقوقية تؤكد أن ملف النازحين كان ولا يزال يشكل عبءا على المجتمع العراقي ولا بد من إيجاد حلول ناجعة لهذا الملف الحساس الذي ظل مهملا لسنوات موضوع المخيمات نسمع من الحكومة العراقية خلال هذه الفترات بأنه راح تلغي وتعزل عن تعزل المخيمات فهذا كلام غير صحيح لحد الآن نرى مخيم واحد خلال سنة تتعزل ولكن هذا عبء كبير على مجتمعنا خبراء في الشأن السياسي العراقي سبق وأشاروا أن الانتهازية بين بعض الكتل السياسية توظف النازحين كأحد أوراق الضغط في الانتخابات بينما ترفض قوى سياسية أخرى إرجاء الانتخابات حتى عودت النازحين إلى مناطقهم المحررة من داعش ويبقى المواطن العراقي رهين ألاعب الساسة ومتاهات السياسة حتى في مآسيه يستغل ويمتهن ويشرى ويباع